موسيقى و لكن بس معلومة بسيطة شباب القطع الأولى هي موجودة في المنطقة اللي فوق على اليمين أنا قاعد أشهر على فوق التي بدي صار لأنها هي اللي فيها الفاس ترافل فوق ما يمديكم تروحون من فوق ولكن إذا صادفت أن الأسبوع هو اللي فيه الـ overload أو الـ override يمديكم تسوون عليها فاس ترافل على طول و راح ينزلكم مكان ما أنا نزلت إذا ما نزلتوا هنا شباب كل اللي عليكم بس أنكم تنزلون على المنطقة اللي أنا قبل شيء قردتكم ياها وجنبها و تتوجهون لين المنطقة هذه و بعدها راح تلاقون الـ collectible على طول في نفس المكان هذا اللي أنا رايح له اللي أصل لو كان الـ override موجود هنا كان راح يكون هذا مكان التير الثالث و مكان الفايت حق البوس كلا عليكم بس راح تنزلون تلفون وراء تحت الدرج على طول راح تلاقونها تحت على طول جوء وهنا هذي من نسبة للقطع الأولى طيب شباب معلش عذروني ترى ما حقدر أتكلم مرة كثير لأنه باختصار مرة مرة ثعبان بالأسف حتى أني ساحب على المقطع حق أمس مفروضني منزل لكم مقطعي ولكن يعذروني مرة على هذا الموضوع بالنسبة للقطع الثاني للشباب راح تلاقونها في المنطقة هذه اللي حين راح تشوفون مشية كاملة من مكان ننبس الين ما نوصل عند القطعة و كيف ناخذها بإذن الله فالحين راح أخليكم مع المقطع الين بس ما نوصل عند مكان القطعة و راح أرجع لكم اشتركوا في القناة هذه الريد الثاني لكم ثم قموا بإذن الله تحقيق مرة طيب شباب وصلنا للمنطقة لحنا نبغاها ولكن مسم علومة بسيطة يا شباب لازم يكون معاكم سلاح لونغ رينج يعني يفضل ولا بتقولون انتعانون لو معاكم سلاح شورت رينج لو معاكم سلاح لونغ رينج الموضوع بيدنا لا رح يكون بسيط عليكم ولكن حاولوا بقدر المكان سكاوت رايفل بولس رايفل بو ايا كان سلاح رح يفيدكم رح تخلصون اسرع بكثير ما عليكم من الطريق الطويلة اللي انا اخدته هنا كل اللي عليكم كان يبديكم تلفون يسار من بعد ما تخلوهم من البواب بعد طول رح تطلعون نفس المكان اللي انا طالع لالحين ولكن مادر اليش اخدت لفة طويلة انا ولكن على المهم ما لكم في الطويلة القطع اللي موجودة هنا الشباب لازم نضرب ثلاثة اشياء طايرة في الهوا بعيدة عن قدامنا من قدام عيوننا كل اللي عليكم بس تطلعون قدام هذه التوريتس اي فيه ثلاثة منهم هذا الاول بعد ان فيه الثاني على يدكم اليسار والثالث على يدكم اليسار زيادة رح توقفون على طرفها في الاخير ورح تشوفون فيه شيء نقطة زي السودا كده تنور من بعيد او تأشر او تشوفونها تتحرك من بعيد هذه هي النقطة الوحيدة اللي احنا لازم نركز عليها رح نضرب الاولى وبعدها رح نروح نوجع على الثانية نفس الطريقة اللي سويناها عند الاولى رح نسويها عند الثانية رح نحاول ندور وين النقطة السودا هي رح ترسبن بس عطوها ثواني زيون شايفين هي موجودة على يد اليمين ولكن انا كنقعد طالع يسار رح نأيم عليها رح نحاول نجيبها هذه يمكن اكثر واحدة انا ما قدرت اجيبها من اول مرة ولكن ما عليكم في طويلة جيبوها وعلى طول كده انتم خلصتوا القطعة الثانية وانزلوا على طول على التورت الاخير وراح نوقف برضو على نفس المكان على الطرف في الاخير وبعدها رح ندور على القطعة السودا وراح نطلق عليها ونكسرها وبكده رح نكون جبنا المجلة الثانية في الاسبوع الاول طبعا هي اتوقع ان رح تكون مجلتين كل اسبوع يمكن في اسبوعكم فيه وحدة الله اعلم ولكن زي انتم شايفين اول مضربنا الثالثة على طول رسمنا تحت رجلنا المجلة الثانية حقتنا طيب مجرد انكم تاخدون كده المجلتين يمديكم تاخدون وحدة وحدة براحتكم اللي يريحكم بعد ما تاخدون المجلتين كلها سوفا استرفلوا ارجعوا عن نمبس وراح اوريكم مكان اللي تحطون فيه المجلات هذه كلها من عن نمبس رح تنزلون على تحت على اليمين فيه الغرفة هذه اللي هنا قدامكم رح تدخلونها هذا الغرفة اللي رح نجمع فيها المجلات كلها باذن الله هذا مكان المجلة الاولى اذا انتم حابين انكم تحطونها ومن نسبة المجلة الثانية رح تكون وارا ظهرنا على طول ومجرد انكم تسلمون المجلتين فيه ترايمين خلصتوهم ترى الترايمين هذول مطلوبين في السيل الناس اللي تبغى تجمع الاشياء حقية السيل من بدري هذه واحدة من الاشياء اللي مطلوبة في السيل طيب شباب احنا هنا وصلنا نهاية المقطع اخر شي احب ان اقول لكم لا تسلمون لكم اشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين وراح نشوفكم باذن الله في المقاطع الجاية واتمنى انكم تعذروني لو سحبت على يوم ولا يومين لاني لسه والله تعبان بس ان شاء الله باذن الله تعب هذا يروح وراح ارجع اقوى من اول باذن الله السلام عليكم